أذكر أول بدايات دخول الوسط الفني كانت معاك تقريبا صحيح؟ لا كان ما بعدنا مادا الشينا أصلا كنا برا الوسط الفني كنا قاعدين نتعلم شلون نقف على خشبة المسرح وشلون نتكلم الصوت نطلقها رغمني أنا كنت يعني بالمعهد بس كان وقت فراغنا كنا نشتغل هناك هذا الشي اللي أنا هذي شنوش نسميها ذي كريات أنا حبيت شغلة هذي فيه كنتي مثابرة إنش أنت يتطلق وتكونين ممثلة قاعد تطورين أدوات بشكل سريع رغم أننا كنا مجموعة كبيرة والذي نعرفها بالمجموعة بس أنا وأنتي ترى لا أحمد يا راج شو نسينا إي أحمد كان معنا طبعا شوفوا مرة الأسنين بسرعة وطورت شلون الدراما قبل كنا نصور احنا بأربع كاميرات ولا ثلاث كاميرات وتخيلي أنتك انت تشغلين المشهد شنو مسرح يعني تشوتين المشهد كامل الحين شلون بدأنا نصور بعدين بتكنيك الكاميرا الوحدة وخلصنا بتكنيك الكاميرا الوحدة وحين دخلنا على تكنيك ثاني ممكن يكون كامرتين بس كل كاميرا وحجم العدسة قبل العدسة فيها زوم إن زوم آوت الحين لا الحد شيء هذا تغير قمنا نفهم لغة يديدة تطور هذا اللي صار عندنا بالدراما وإحنا واكبناه لما يدشون الجيل اللي يديد دائما يستغربون من قضية إحنا لما نكون قاعدين وأمام الكاميرا نسأل عن بعض الأسئلة مثلا حجم العدسة شنو نسقع تصور فيه أهمية نفس يوم كنت أنا أول ما دشيت كنت أستغرب من أقول شلون استاذة سعاد أو استاذة حياة يعرفون إن الكاميرا حين عليهم وإحنا كنا نتعلمنا التكنيك هذا كل شيء ما تعلمنا ولا أحدا نعلمني الحين بدأنا نعرف ونسأل عشان نتعرف بالضبط شنو اللي ممكن يحضر أمانك وش كثر بتتحرك من خلالها وعينك وش ذي طبعا حين عاد لما نرجع مرة ثانية لما يقول لك المخرج مثلا إحنا لونج كنتي أوكي تطقيني زين لما يقول لك كلوز ليش تطقيني عشان تحس أنت موئيديك ما راح تعبر يعني أنت لفيت اللفة هذي كلها عشان تسألني أسواع محاور لحظة لحظة أطني فرصة يعني هذا الحق علي لما تكون الكاميرا عليك وأنا طقك الصج عشان تعيش المود وتقولي الإحساس صح وعني أنا لازم أذبح صج عشان أنا أعيش المود إذا طول عليك إشاعات أنا إيدي خفيفة وين الخفيفة هذي؟ أنا عندك صحة أنت قاعد تحطين حرة الزمن فيني أنا ليش؟ هذا يثبت أن قلبك يشيل لا أنا قلبي ما يشيل قلبي ما يشيل صالنا سنة واحد صفر واحد صفر واحد صفر بسكت عليك شيء